اهلا بكم متابعي القناة في فيديو جديد في البداية فضلا وليس امرا كان ما زلتم اشتركتوش في القناة اتفضل بالاشتراك وتفعيل الجرس بيش تسيلكم كل الاخبار الجديدة والحصرية بعد ايقاف كل البرامج التلفزية تابعة على قناة كرتاج بلويس واللي من انتهى شركة كاكتيس بروت ومن بينها برنامج هل تجرؤ السمير الوافي وبرنامج عبداللي بيكشو للطف العبداللي وجاء القرار هذا على خلفية الازمة المالية الخانقة لشركة كاكتيس بروت والعاملين فيها في اضراب مفتوح حوالي شهرين لعدم صرف الاجور ومستحقاتهم وفي تصريح مثير للجدل قال سمير الوافي شركة كاكتيس بروت انهارت تماما بسبب تراك مديو واصبحت اليوم خرابا واطليلا لكن في المقابل قرر الالقاف قرر قاسي برشا قداش من اعلامي وصحفي وعامل مش يتم احالتهم على البطالة الشي اللي خلى تضامن كبير من برشا اعلامي مع العاملين في شركة كاكتيس بروت كيم الاعلامي علي الشابي وزوج توريهام بن عليها اللي حكينا في تصريحهم في فيديو سابق نخليه لكم تفرجوا فيه لكن موقف غريب جدا من الاعلامي هادي زعي من وضعية الشركة وافليسها ومقال العاملين فيها وبالرغم ان اعلامي تابع لقناة الحوار التونسي ونعرف الناس الكل ان يزع الكبير بين الشركة وصحب قناة الحوار التونسي سيم الفهري الا انه لم يتردد في التضامن مع الوضعية الكاريثية للشركة ومع كل اللي يخدموا فيها من اعلامين وصحفين وعاملين وانشرت دوينة في حسابه الشخصي علق على افليس شركة كاكتيس برود وقال تمر شركة كاكتيس برود المصادرة بفترة كاريثية مع سلسلة غير مسبوقة من الديون غير المدفوعة شهري العباد لم يتم صرفها لمدة شهرين ولم يتم خلاص الفواتير فان قطع الكهرباء على كل بلاتويت وديون بالمليارات حاجة تجع برشاء حرام اللي قعد ساير ان شاء الله الدولة الملكة بنسبة 51% من الشركة تلقى حل في اقرب الاجل وتعود الشركة للانتاج وتعود البرامج من جديد كاكتيس فيها اعلامين كبار ومن خيرت ما انجبت الصحافة في تونس ويستحقوا انهم يكونوا موجودين في المشهد الاعلامي واخيرا نحب نقول السبب اللي وصلت له الشركة اليوم هي الادارات المتعاقبة والوكيلة السابقة هالة غربية